اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراك المخسرين سيدنا وحبيبنا وحبتنا محمد عبده ورسوله يا ربي وضاك خير إلي من الدنيا وما فيها يا مالك النفس فاسيها ودانيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أمل خير إلي من الدنيا وما فيها وليس من نفس آمالا تحققها سوى رضاك فذا أقسى أمانيها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول مولانا رضي الله عنه أن حياتنا يمتداد لحياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستغراق في أعمال الإيمان والتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى في امتسالنا والسنابنا في السر والنجوة وهذا هو غاية ما يتمناه كل موقع فالإنسان أيها الأحبار إذا أنعم الله عليه باليقزة بعد نوم الغبلة وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص من أوحاق ذنوبه وحيوج مخالفاته وعمر حياته بالبيجاليات واحتفت من حياته جميع السلبيات فعليه أن لا ينسى لأن هناك أمور تعيق استمراره بهذا السبيل ومن تلك الأمور فقد اخترنا الدنيا وفهندها فالدنيا أيها الإقوى تختبر من أكبر الأمور التي قد تؤدي إلى هلاك وضياء الإنسان فالقلب الذي شغل جانبا منه حفظ الدنيا قد يمنعه ذلك من العبادة رأسا أو من تدويجها كما قال مولانا في كتابه الكاذب في علم التسكية لأن الراغب في الدنيا ظاهره مجغول في طليلها وباطنه مقيد بالتفكر فيها وإرادة الوصول إلى ذهرتها والعاقل يجب عليه أن يدرك أن الدنيا هي عبارة الأشياء كثيرة تنحصر بين أمرين سنين حرام وحلال فحلالها حساب وحرامها إقاب وترك الحرام من ذلك فرض وتضييعه نقض صريح لعقد التوبة والهنابة ورجوع إلى أوهية الغفلة أو ترنح بأوحاد الضياء فلم يبقى إلا الزهدى في فهول الحلال أو الزهدى في الحلال فالزهد في الحرام واجب وفي الحلال فضيلا وإقلال المال والعبد صابر في حاله راض بما قسم الله له قانع أتم من توسعه وتبصبه في الدنيا والله سبحانه وتعالى زهد الخلق في الدنيا بقوله قل متاء الدنيا قليلا فينبغي على الإنسان الزاهد ألا يفرح بموجود من الدنيا ولا يتأسف بمفقود منها بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديث لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتابوا فالزهد لابد منه إذا أردنا أن ننجح في هذه الدنيا ونصل إلى الحدف الذي خلقنا من أجله وهو العبادة الخالص لله سبحانه وتعالى وفي رواية للبيحقي يقول سمعت محمد بن حسين يقول سمعت إبراهيم بن فاتك يقول سمعت الجنيت وقد سأله غويم عن الزهد فقال هو استصغار الدنيا ومحوه آسالها من القلب وفي الحلية يقول الفضيل ابن عياض حدثنا عن ابن حسين المصري قال حدثنا أحمد ابن حسين ابن حسن قال حدثنا محمد ابن جعفة قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حبكم وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزخرة فيها يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب والحر وزينة وتقافل بينكم وتخاصل بالأموال والأولاد كمسل غيزه أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصبرا ثم يكون مطام وفي الآخر عذاب شديد ومغفرة من الله والإكوان وما الاحياة الدنيا إلا متاع الغروب وقال أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله إنه أجر عظيم هنا الله سبحانه وتعالى يوضح إنما نكتسبه من أموال وأولاد كلها وضاها لنا في اختبار وقال والله إنه أجر عظيم أي يوم القيامة إنه أجر عظيم وفي أرض آخر يوضح الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا عرفة بزحوب في بحر كنيا والغرقة لأنها دائما مزينة لنظر الإنسان إلا من عصمه الله قال تعالى ذينا للناس خط الشحوات والنساء والبنين والقنادور المقنطرة من الزهد والكفة والخيل المصومة والعنعان والحق ذلك متاع الحياة كنيا والله إنه أسلم أيها اليقوة إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق الدنيا قبلنا وليك كبرنا أيها اليقوة أحسن عملا والتعالى إنا جعلنا ما على الأرض إنكم لها لنفذوكم أيها اليقوة أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبني الدنيا تبني الدنيا وفيه فقلنا يا رسول الله نهان الله أن نهز الساحل وانتبه وأي شيء نتخذ وقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم لسانا زاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صادحة وعينه على أمر آخرة هنا حتى في الزوجة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وعينه على أمر آخرة لم يقل وعينه على أمر الدنيا أو لقد شهوة أو غير الظالم حتى الزوجة هنا وعينه على أمر آخرة وفي حديث خزيفة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من آسر الدنيا على الآخرة اتناق الله سبحانه وتعالى بسلس هم من لا يفارق قلبه أبدا وفقرا لا يستغني أبدا وحرسا لا يشمع أبدا وفي رواية غفرة لخزيفة أخرجه الضقراني من حديث بن مسعود بسند حسن قال فيه من أشر في قلبه حب الدنيا لطاب منها بسلس شقاء لا يغفر عناء وحرص لا بلغ عناك وأمل لا يطلغ منها شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد العبد الزمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون كل كل شيء أحب إليه من تسراتك أيها الأن نحن نتعرض إلى أعظم والابتلال وهو ارتفاع في الأسعار وقلة في المال والجوم وأصبحت همنا الأول هو الأكل هيسو أسينا أو تناسينا كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام وضع الله عليهم وقد قال مولانا في مقدم التكابي كما قلنا إن حياتنا هي امتداد في حياتي الصحابة بقوان الله عليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسهل الناس جميعا وجعت سيرته الذكية بشيء من ذلك في مقعانه وملبسه وفراشه وساقر حياته كما قال عمر بن قطاب رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يتلوى لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه الدقل هي أرد أنواع الكمر أو بالحوس يقولون يا لالا بل كانت أبياته لا يوقض فيه نار لطهي الطعام سلاسة أهل سلاسة أهل ولا يأكلون إلا الكمراء والماء وفي رواية لمسروق الأمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذي نفسي لدي فسألت ربي أن يجي معي لبال الدنيا لبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شك من الأرض الله ولكن تختف جوع الدنيا على شبعها وفق الدنيا على غناها وحزن الدنيا على براحها يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا مآل يا عائشة إن الله لم يردى لأولي الأجن إلا الصدر لم يردى لأولي العزن من الرسل إلا الصدر على مكوه الدنيا والصير على محكوبها ثم لم يردى إلا أن تكلفني ما كلفه فقال فصبر كما صبر أولي العزن من الرسل والله ما دفتة منطاعته وإني والله لا أصبران كما صبر بدون ولا قوت إلا إلا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه قوتنا في الدنيا والآخر كان باستطاعته أن يختار ما يريد في هذه الدنيا ولكنه يخذار جموعها وفي رواية أخرى من عائشة رضي الله عنها قالت يشتكي لغير الله في هذه الأيام عزة وجل حرض علي أن يجعل لي برحات مكة ذهب فقلت يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوم وأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضر إليك وأجعوه وأما اليوم الذي أشبع فيه وأحمد ك وأسنع عليه هكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام الأنجه والوارح وقال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الدنيا فانطارك أي مكان تصير فعبروها ولا تعمروها فعبروها ولا تعمروها قيل له يا نبي الله لو أمرتنا أن نذني بيتا نعبد الله فيه قال اذهبوا فابنوا بيتا على الماء فقال كيف يستقيم بنيان على الماء فقال وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا الله وعن ابن عباس وضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يمشي ودبريل معه فصعد على الصفة وقال نبي صلى الله عليه وسلم جبريل وَالَّذِي بَعْسَكَ الْحَقُّهُ مَا أَمْسَى لِآلِ مِحَمَّدٍ كَبْحُسَوِيقٍ وَلَا سَفْوَتُ دَقِيقٍ كَبْحُسَوِيقٍ هي إبارة أكل قديمة هي نسميها الآن مثل الكعب كانت تقلا بزيت ويقول لم تبقى لأل محمد كَبْحُسَوِيقٍ وَلَا سَفْوَتُ دَقِيقٍ المعروفة فَلَمْ يَكُنْ أَسْرَعُ من أن سمع جدة من السماء الضعف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم يَسْأَلْ جِبْرِجٍ قال لا ولكن هذا إسرافير عليه السلام قد نذل إليك أحين سمع كلامك وأتاه الإسرافير فقال إن الله عز وجل سمع ما ذكرت فبعثني بمفاتيح الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك الدبال جهامة زمرة وياقوتا وذهبا وفضة فعل وإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا وأومأ إليه جبريل أن تواضع لله فقال نبيا عبدا سلاسا أيها الدبون إن أساسا كل خير أن تعلم أن ما شاء الله وما لم يشئ لم يقل وتتيقرم حين لهم أن الحسنات من نعامه فتشكره عليها وتتضرر إليه ألا يخطعان عنه وأن السيئات من خذلانه وحقوبة فنحن تجل إليه أن يكون بينها وبينها ولا يكلف في حسنات وترك السيئات إلا نفسه وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل شر وأصله وأصله خذلانه لعبد وأجمع أن التوفيق أن لا يكلف الله نفسه وأن الخذلانه هو أن يخطي بينها وبينها فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد العبد ومحتاجه الدعاء والمتكار إليه والصفل اللجئة والرغة والرهبة إليه فمتى أعطي العبد هذا النفجاح فقد أراد أن يمتهده ومتى أصده عن المحتاج بقي باب الخير متعرجع قال أمير المؤمنين عمر بن قطار إني لا أحمل 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 تجارة ولكنني أحمل 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 لأن الإجارة مع وعلى قدر نية العبد وحلمته ومراده ورغبته في ذلك يكون طفقه وعانته فالمعون من الله سبحانه وتعالى تنزل على العباد على قدر على قدرهم وسباتهم ورغبتهم ورغبتهم والقزلان يرضي عليه على حسب ذلك فالله سبحانه وتعالى أحكم الحجم وأعلم العالمين يدعو التوفيق في المواضي اللائق به والغلال في المواضيها اللاعب به وهو العليم الحجم وما قوتي من قوتي إلا من حبل إضاعته الشكر والإكمال بالدقاء والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق بالدقاء والدعاء وملاف ذلك الصبر فإنه من الإيمان لمنزلة الرأس من الجسد فإذا خطئ الرأس على مقاء الجسد ما ضرب عبد من فحان أعظم في الدنيا والذي بدوره منولي فساوة أبعد القلوب إلى الله سبحانه وتعالى أبعد خلوه من الله سبحانه وتعالى هو القلب القاسم إذا قسط القلب قفط العين كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب وكذلك القلب إذا مرض فيه الدنيا لم تنجه به المواعظ من أراد صفاء قلبه فليبسر الله سبحانه وتعالى على شهواته القلوب المتعلقة في الشهوات محجوبة وراجعت إخوان الله عليه بحق القندق قال لك بيك إننا عيش العيش الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا على أعمال الخير وخاصة نحن غدا أول أيام المهرم الشهر المهرة الشهر هذا زكج فنكسر من العبادة والصلاة وإراءة القرآن لألا الله سبحانه وتعالى أن ينفع لنا هذه المصيبة ونصرنا جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعلم شكرا وبركاته